بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدرس 134 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث إليكم في هذه الحلقة متابعة لحلقاتنا السابقة في موضوع المواريث ونتناول في حديثنا هذا أحكام الحجب في الميراث وهذا الباب له أهمية خاصة بين أبواب المواريث لأن معرفة تفاصيله يترتب عليها إيصال الحقوق إلى مستحقها وعدم المعرفة بأحكام هذا الباب يترتب عليه خطورة عظيمة لأنه قد يعطي الميراث لمن لا يستحقه ويحرم المستحق ومن هنا قال بعض العلماء يحرم على من لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض والحجب لغة المنع يقال حجبه إذا منعه من الدخول والحاجب لغة المانع ومنه حاجب السلطان والأمير لأنه يمنع من الدخول عليهما وأما الحجب في اصطلاح الفرضيين فمعناه منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حضيه وينقسم الحجب في الفرائض إلى قسمين القسم الأول حجب الأوصاف ويكون في من اتصف في أحد موانع الإرث الثلاثة وهي الرق أو القتل أو اختلاف الدين فمن اتصف بواحد من هذه الأوصاف لم يرث ويكون وجوده كعدمه وهذا ما يسمى بحجب الأوصاف القسم الثاني حجب الأشخاص وهو منع شخص معين من الإرث بالكلية ويسمى حجب الحرمان أو منعه من إرث أكثر إلى إرث أقل ويسمى حجب النقصان وسبب هذا الحجب بنوعيه وجود شخص أحق منه بالميراث ولذلك سمي حجب الأشخاص وهو سبعة أنواع أربعة منها تحصل بسبب الازدحام وثلاثة منها تحصل بسبب الانتقال من فرض إلى فرض وهذه السبعة هي أولاً انتقال من فرض إلى فرض أقل منه كانتقال الزوج من النصف إلى الربع مثلاً ثانياً انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه كانتقال الأخت لغير أم من كونها عصبة مع الغير إلى كونها عصبة بالغير ثالثاً انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه كانتقال ذوات النصف منه إلى التعصيب بالغير رابعا انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه كانتقال الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض خامسا ازدحام في فرض كازدحام الزوجات في الربع أو الثمن مثلا سادسا ازدحام في تعصيب كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفرود سابعا ازدحام بسبب العون فازدحام أصحاب الفرود في الأصول التي يدخلها العون فإن كل واحد منهم يأخذ فرضه ناقصا بسبب العون وللحجب قواعد يدور عليها القاعدة الأولى أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة وذلك كابن الإبن مع الإبن والجدة مع الأم والجد مع الأب والإخوة مع الأب القاعدة الثانية في الحجب أنه إذا اجتمع عاصبان فأكثر قدم الأقدم جهة وذلك كالإبن مع الأب أو مع الجد فالتعصيب يكون للإبن لأنه أقدم جهة من جهة الأبوة وإن اتحد الموجودان في الجهة قدم منهما الأقرب إلى الميت كما لو اجتمع أخ شقيق وابن أخ شقيق آخر وهكذا فإن تساوى الموجودون في الجهة والقرب قدم الأقوى منهم فما لو اجتمع أخ شقيق وأخ لأب فإنه يقدم الشقيق لقوته لكونه يدلي بالأبوين أما الأخ لأب فإنه يدلي بالأب فقط القاعدة الثالثة من قواعد الحجب أن الأصول لا يحجبهم إلا أصول فالجد لا يحجبه إلا الأب أو الجد الذي هو أقرب منه إلى الميت والجدة لا يحجبها إلا الأم أو الجدة التي هي أقرب منها إلى الميت والفروع لا يحجبهم إلا فروع فابن الإبن لا يحجبه إلا الإبن أو ابن الإبن الذي هو أعلى منه والحواشي وهم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم يحجبهم أصول وفروع وحواش فمثلاً الإخوة لأب يسقطون بالابن وابن الإبن وإن نزل وبالأبي وبالجد على الصحيح وبالأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغيث هكذا نجد أن الأخ لأب حجب بأصول وفروع وحواش أيها المستمعون الكرام نعود فنقول إن باب الحجب باب مهم جداً فيجب على من يفتي في الفرائض أن يتقي خطره وأن يطلن قواعده ويتأمل في دقائقه ويطبقها على وقائع الأحوال لألا يخطئ في فتواه فيغير المواريث عن مجراه الشرعي ويحرم من يستحق ويعطي من لا يستحق والله ولي التوفيق وإلى الحلقة القادمة بإذن الله لمواصلة الحديث في موضوع آخر من مواضيع فتح المواريث إلى ذلكم والحين أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين